عنهن نرويها مقالة أنوار عز وجلالة ميزن ما بين النساء فاطمية في الرسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم صيام مقبول إن شاء الله هي السيدة في الضاء النوبية عليها السلام قيل إنها بنت ملك الهند ولكن الأرجح إنها من الحبشة فهي منسوبة اللقب إلى مدينة نوبا في السودان لم يحدد لنا مصادر التأريخ ما كان ولادتها كانت جارية عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهداها إلى ابنته الزهراء فاطمة سلام الله عليها نشأت وتربت في بيت النبوة ودار الإمامة زوجها الإمام علي عليه السلام من أبي ثعلبة الحبشي وولدت منه ولدا ثم تزوجها من بعد ذلك سليك الغطفاني كانت مدة عشرين سنة لا تتكلم إلا بالقرآن الكريم وهذا دليل على إنها كانت حافظة له قال أبو القاسم القشيري في كتابه قال بعضهم إن قطعت في البادية عن القافلة فوجدت إمرأة فقلت لها من أنت فقالت وقل سلام فسوف تعلمون فسلمت عليها فقلت ما تصنعينها هنا قالت من يهدي الله فلا مضل له فقلت أمن الجن أنت أم من الإنس فقالت يا بني آدم خذوا زينتكم فقلت من أين أقبلتي قالت تنادون من مكان بعيد فقلت أين تقصدين قالت ولله على الناس حج البيت فقلت متى انقطعتي قالت ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام فقلت أتشتهين طعام فقالت وما جعناهم جسدا لا يأكلون الطعام فأطعمتها ثم قلت هرولي وتعجلي فقالت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فقلت أردفك فقالت لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فنزلت وأركبتها فقالت سبحان الذي سخر لنا هذا فلما أدركنا القافلة قلت لها ألك أحد فيها قالت يا داود إن جعناك خليفة في الأرض وما محمد إلا رسول يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا موسى إني أنا ربك فصحت بهذه الأسماء فإذا بأربعة شباب متوجهين نحوها فقلت من هؤلاء منك قالت المال والبنون زينة الحياة الدنيا فلما آتوها فقالت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين فكافؤوني بأشياء فقالت والله يضاعف لمن يشاء فزادوا علي فسألتهم فسألتهم عنها فقالوا هذه أمنا فضة جارية الزهرى عليها السلام ما تكلمت منذ عشرين عاما إلا بالقرآن الكريم لما حمل الإمام علي عليه السلام من مصلى والناس من حوله قد أشرفوا على الهلكة من شدة البكاء والنحيب وبلغوا به منزله ومعهم ابن ملجم موثوقا أقبلت فضة أمت الزهرى عليها السلام وبيدها حربة فقالت أموالي دروني أضرب عدو الله بهذه الحربة فأشفي بعض جوى صدري فقد أحرق فؤادي وأقلق رقادي وهيج حزني وأوهى ركني وأجرى دمعي وهتك ستري وأشتث أصلي وفخري وانقضت عليه كالشهاب فقال لها الإمام الحسن عليه السلام اصبر يا أمت الله وردها إلى الدار بقيت على طاعتها ووفائها لأهل البيت عليهم السلام فقد كانت ملازمة للسيدة زينب عليها السلام بعد شهادة السيدة فاطمة الزهرى سلام الله عليها ولم تفارقها حتى خروجها إلى كربلا مع أخيها الإمام الحسين عليه السلام وعاشت الطف بجراحه وأحزانه ومصائبه معها كما إنها أخذت معها في ركب السبايا من كربلا إلى الشام روي عنها وعن أولادها حسن الوفاء لأبناء الزهرى عليها السلام فتنقل لنا بعض الروايات إن اثنين من أولادها قد استشهدوا مع الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشرة وما كان ذلك يعنيها بل كانت مع مولاتها وسيدتها زينب الحورى عليها السلام ورافقتها في كل زوايا الغاضرية بكل ما فيها من ألم وخوف ومصائب ومن جميل ما ينقل عنها عليها السلام ما رواها الشيخ الكليني عن الحسين بن محمد قال حدثني أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه إدريس بن عبد الله الأودي قال لما قتل الحسين عليه السلام أراد القوم أن يوطؤوه الخيل فقالت فضة لزينب عليها السلام يا سيدتي إن أبا ريحان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى جزيرة فإذا هو بأسد فقال يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهمهم بين يدي حتى أوقفه على الطريق والأسد رابض في ناحية فدعيني أمضي إليه وأعلمه ما هم صانعون غدا قال فمضت إليه فقالت يا أبا الحارث فرفع رأسه ثم قالت أتدري ما يريدون أن يعملوا غدا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام يريدون أن يوطء الخيل ظهره قال فمشى حتى وضع يديه على جسد الحسين عليه السلام فأقبلت الخيل فلما نظروا إليه قال لهم عمر بن سعد لعنة الله عليه فتنة لا تثيرها انصرفوا فانصرفوا عن جسد أبي عبد الله عليه السلام وبعد أن رافقت سيدتها ومولاتها زينب الحوراء عليه السلام في السبي من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام بقيت على حزنها ووجعها تشاطر مولاتها الفقد بعد عودتهم لكربلاء ومن ثم إلى المدينة فقد روي إنها جاءت مع السيدة زينب عليه السلام في سبيها الثاني من المدينة المنورة إلى الشام وبقيت ملازمة لها حتى استشهدت سلام الله عليها فجاورت قبرها بالعويل والأنين والندب والبكاء وما فارقته حتى فارقت جسدها روحها عليها السلام فسلام عليها دفنت في الشام بدمشق غريبة وحيدة كسيدتها زينب عليها السلام وما زالت كلمة أمير المؤمنين عليه السلام تردد صادحة بالصدق تلطم كل من يتجرأ عليها بحرف اللهم بارك لنا بفضتنا عنهن نرويها مقالة أنوار عز وجلالة بيزن ما بين النساء فاطميات الرسالة ترجمة نانسي قنقر